أنا تربيت في بيت إلى حد ما تقدر تقول عليه سياسي تربيت كان صديق والدي السيد خارج محر الدين اللي هو عبد المجلس كات السورة ورفيق عبد الناصر ورجل تقدر تقوله عليه يعني يلخص مدرست اليسار المصري الموجودة في مصر فمن وانا طفل صغير يعني كنت أجري كده وأنا بجري كده بلعب أسمع كلمة تنقض الأضاد والمادية الجدلية وجدل المادة اه اتشربت هالقصاص يعني فكان طبيعي جدا أن أنا أطلع منحاز أطلع منحاز للفقراء والبسطاء وأطلع اشتراكي لأن بسمع الكلام ده من أنا طفل عشان كده بقولك بطبيقة ناشئتي كان لابد أن أكون معارضا لأن اللهم اجعلنا من أهل اليسار في الدنيا من أهل يمين في الآخر